السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل قصتنا فصليها راهب ويالبارت السابع طرف نزلت انا وراهب شفت حسن يضرب سعاء بس احسك كسر عظمها من قوة الضرب الغريبة محد الدخل غدير راحت الغرفة وراهب ارجع لغرفتنا انا باغي اما كاني اباوع ومصدومة حسن اش عندج واقفة هنا تباوعين على مسرحية امشي ولي منها طرف من قلي هيج قبل طفرة الغرفتي دخلت لقيت راهب امكاني كبتليفوني قعدت بصفة ترف احضر لك الحمام وضيوق راهب لا موهزة ترف زيان انا حرجع انام اذا تريد شي قعدني راهب شفتها تعبانة وجوه عينها اسود قلت خطية ما ريد شي كملي نوم بتيش ترف شنو انا بزم نستله راهب يضحك اي بنات بغداء كل شن مدللات ترف اي اكيد كل ابنيها مدلل ابحض نبوها وامها راهب صحيح يلا نامي انا شوية واروح ترف حت شنو شوية ونمت ما ادرب روحي ما متعودة عالشغل هيش والتعم راهب دخلت لونها مخطوف انبين حسن عاط بيها اجت بصفي سألتني تريد شي قلت لها بس بصراحة ما ريدها تنام اريد احشي وياها اريد تحشي وياي بس اريد اسمع صوتها قلت لها بزم نستله قمنا نحشي شوية وقلت لها نامي خطية تعبانة نامت يا الله هي قاعدة جاذبتني وهي نايمة ساحبتني شيني هلبنا ايه اقوم احسن لي ليش ارتكب جميلة راهت سابعت وبدلت نزلت جوه لقيت خدية والحجية قعدات راهب صباح الخير باس ايد امه الشيخة فضاء صباح النور يا هلب هطالله اقعد تريق يمه راهب لا يمه ما اشتهي راح اسوي شو الله وارجع على الغد ان شاء الله الشيخة فضاء الله يسهل امورك توكل على الله بس لا تتأخر على الغده راهب ان شاء الله يلا محتاجش يمه الشيخة فضاء سلامتك يا الله اي فدوة راهب محتاجينك ام شاء الله انا او ترف الشيخة فضاء ترف ياهي يعني منو غدير مرت راهب يمه اسمها ترف الشيخة فضاء اسم الله على المسمى ترف وهي ترف راهب ها يوم يوم راهب چنج حبيتيه الشيخة فضاء بعد يا ابني موهسة غدير ها راهب الشيخة رح تدخل مرتك اختبارات دير بالك الشيخة فضاء دخلتها اول اختبار ونجحت راهب يضحك والله يا يوم عندك اسوالف تحت مرش يلا غالية اشتردين سوي يلا غدير قولي اشتردين حتى توكل غدير نريد كريم شانتية ونريد بسكت وحليب وككار وعصير طبيعي راهب عود اخابركم وقلولي في امان الله الشيخة فضاء وغدير الله وياك ترف فزيت من النوم بواحد الساعة تسعة يا الله جقر عيب هسه شيقونون رموة عسره وغسلت وجشي وبدلت نزلت ترف صباح الخير شيخة صباح الخير غدير شيخة فضاء صباح النور بعد وقت ترف اصفة شيخة ادري تأخرت الشيخة فضاء يلا كمل الشغل وادخلي سو الغده انبين عليها الادم ما شاء الله ولا ترد احسن من ذي المجموعة ترف ان شاء اي شيخة صار ترف جقر عيب قعدت متأخرة البيت نظيف مو هو يشغل يراد لترتيب مساحة تبديت اسو الريد اخلط الشيخة انا ذاب بحجاب على جتفي وكاف ارداني ترف ها شيخة محتاج الشيخة فضاء شيني غدات اليوم ترف احتاريت يا شيخة راح اسوي برياني وعليه دجاج مشوي ومقبلات الشيخة فضاء ترف اذا ما تحبون اقدر اسوي غير شي الشيخة وشيخة باوع احساسي يقول اكو شي تحشر اسميها وتتعمل اتباوع وانا اشتغل او اطبخ شنو الفنين خلص الطبخ ورتبت المطبخ والشيخة فضاء بعدها على قاعدتها ترف شيخة اصب الغدل وبعد الشيخة فضاء يجون الولد وناكل سوء ترف ان شاء الله انا حروح ابدل محتاجة شي مني الشيخة فضاء لابس انت خلصين تعالي لغرفتي عندي حشويات ترف ان شاء الله ترف يوم قلبي رح يوقف شترين مني انا حتى كل شي ما امسا ويخلي اسبح وبدل على السبع لبس الدجداشة بصائص بها خرطة يما الصدر ثلاث ثلاث اربع وبيها حاشة ورد وردي وحجاب وردي كمالت ونزلت الشيخة فضاء صحيح مات ابني بس ما يغلع على اللي خلق والابنية مالها ذنب وانا تابعتها مؤدبة وحبابة ونظيفة ومبيتها هي اللي تناسب راهب بس بقى احشي وياها اشوف احساسي صح الو لا الشيخة فضاء ادخلي ترف دخلت وانا مدنقة ترف الشيخة طلبتيني محتاج شي مني الشيخة فضاء اقعدي هنا ترف رحت قاعدة تقبالها اباوة عليها وجهها منو رقم كبيرة بالعمر بس حلوة منبينة طيبة بس هي بتها تربكني ترف قولي شيخة شيخة فضاء انتش قد عمرش ترف ها الشيخة فضاء لا تصميف راه يا بدي ترف عمري 19 سنة شيخة فضاء ها تدرين انا بعمر كان عندي راهب ترف الدمع ترف اشتغلت لهم يا شيخة شيخة فضاء هذا غضاء ربك اللي صار صار ذبي حملت على ربك حشت وهي تمسح تمسح على راسي ترف مسحت على راسي اخذت ايدها بستها ترف سامحيني يا شيخة والله كل اللي صار ما لي ذنبي وحتى بن عمي ما لذن اللي صار غضاء وقدر الشيخة فضاء والنعم عندش اخوان خوات ترف ايه شيخة عندي اخت اصغر مني سبعطع سنة وما عندي اخوان الشيخة فضاء انت خوش ابني مؤدبة وتسمعين الكلام الله يبارك بيش ترف اشكرت الشيخة الشيخة فضاء انا عمتش انت حالك من حال سعال هس اريد احاج اتش مورو ترف قولي عمي عيوني الشيخة فضاء انا اريدش مور الابني ترف ما فهمت شيخة فضاء يعني لا عبالش انت وابني ضحكتوا علي بالنشان بس شيخة شنو اسوي انا راهب ما عرف صحيح زوجي بس لي هس غريب علي هو هم قال احنا مو متزوجين بس ع الورق يعني احنا اثنين نقابلين بهالشي واتفقنا علي شيخة فضاء هذا الحاج ما يفيد انا اريد اشوف اولاد ابني قبل ما موت واريدهم منك انتي انتي مرت وهو رجلك عفوس والف الزعاطيط هاي يلا قومي جايز ادأكل رجلك علي جاي ترف اي اي انشاء الله بس لا تعصبين ترف كلامها صح ومو صح يعني اي زوجي علي عيني وراسي بس ما اقدر اعتبر هس هش هس يعني ما يشبهني بشي وديتها صب بالغدية سعادة من الكتلة راحت لهلها همزين ما لخلق احتي منها غدير ترف 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 ها غدورة راهب ع التليفون يريد يحتيو ياتش ترف راهب طلعت من البيت اخلط كم شغلة بالعشيرة بس احس روحي مرتاح وبالي صافي وشي واحد قبالي جنة عدن هذا اسمها جنة عدن لوما الظروف دخلت هاي الجنة خلصت شغلة واتذكرت غدير قالت تميز شغلات من المحل خبرته راهب الو ها غدير شنو شغلات ردته رادير ها أخويا اي لحظة خليه ترف تقول هاي الخطة امي في دية الشيخة لازم تخليها ويحشون هو حتى راهب يتعود على الثاني راهب قالت الو لو احس قلبي صار ها قالت غدير تردي ان شاء الله تمن المحل احشي ترى في كم شاء الله بس خاف كلفك راهب تكلفيني شنو ترى انتي توقين مرتي حتى لو بس على الورق وكافي لا تسمع غدير يلا فضيها احشي ترى في هس العصبية ترى هاي ترى ما حاج راهب استغفال الله عبد الناس احش ما لخلق ترى ترى ما حاج ما ريت شي هاج غدير راهب لتش بتل انا اريتش غدير بس اهدي اهدي اخوية على كيفك راهب زد التليفون تخلي الين بيش تصعد للغرفة رارقيتها نازلة احش رجليها حش ترى شنو هاذا شبي احشي ويا عبالك يحشي ويا الخدام مالت يزمخ وصيح ترى انا حتى ما قال الشي غلاط شبي هاذ شي صيح ولا ويغلط هم غدير غدير هاي ليش هاذ شترف صدق شذب والله اليوم شك نش تنام مستشفى ترف ما يصير يعني ما يحشي بهدوء ابد كل صياح غدير وربي طيب وحنونه دم عسل بس هو شخصية غوية ويعني لا تنسين الي صار ترف ما ناسي بس انتي هس انتي وعم وعم تتعاملوني بالحسنة وما الضوجوني ولا صيحون علي غدير مخالف حبي هس انتي روح رفتش ما بينا حيل يرز نه ترف الخاطر اشترا ماشي غدير ترحك ايه الخاطري صح لعد ليش وجه صار اصفة ترف عابة رفت يمرت رفت ماتبات فهوف تفتاح التلفزيون ساعة 14 وتأخر يمكن ما يجي شوية صحتني غدير غدير ترف ما ما تقول ان نزلي ساعديني جو عمامي للمضيف ترف يجيت همزين واح اشترا اشغل ورتي والله ضوجه غدير بس اكتيار ضوجه معوده هل صيب سمع لا يجي حضروا الصينية ما يوش ويدخل شاب السلام على غدير قاسم هلا هلا بنت عمي شلونج غدير الحمد لله انت شلونك شخبار قاسم الحمد لله على الله هاي الحلوة منيين شو ما شايفة قبل ترف يا الله جقد خجلت انا ترف قاسم ما الله اسمع على مسما بس منين انتي غدير هاي ترف وما تراهم قاسم ها مبروك ترف يستاهل والله بن عمي يلا نطيني الصواني خلي اروه اخذ الصواني وقاسم اهلا قاسم ابن عامرا هب عمو ابو عشرين خريج هندسة حاسبات وعندي سنتر تشبير الحمد لله حالتي زيني انا ما وزوج بس احب ابني اتخرج واتقدم لها احب اضحك واتشاقة عركس اخوتي وولد عمي عمامي تارف خلص شغل صار المغرب الشيخ ما زوم على العشاء وبرى عنده قاعدة وعمتي ما تريد هسة وقدرت بارم هسل وحسن غرفتي صعدت غرفتي تعبت كلش دخلت اول ما دخلت قاعدت بالقاع نوحس وجشي اشتعل نار راهب سدد تنيفون من غدير بغيت افتر بس اريد اهدي عصابي لان اذا رحت الهيس اموت هواعي للعصابي دخلت لقيت عمام بالدوان سلم عني ومترقصت اكيد نزلت حتى تساعد غني رسم الله اموت دخلت واسمع صوت ضحك واسوال من مضوح وشلون غاسم يتغزل باسمها عفتهم صعدت للغرفة قاعد على عصابي صار دخل لغرفة اول ما دخلت سيطرت سيطرت هراجدي وقاعدت قاعدت بالقاع ده النقد ده نقد عليها ولزمتها مشاعرها راها بلش زلم مشواربة ما تكسر كلمتي منو انتي وتكسريها وفوقها واقفة منضعكين ولا هامتش خلصت حجير وهم ضربتها راد طرف احس شعري تقطع ووجشي صار نار قريب بس احجي بدت احجوها مضممني بغيت نايمة على وجهي واشحق بالبشي طرف والله والله مقصدي انا ما سويت شي راهب تشحق وتحجي احس شحقاتها تزور في قلبي بس لازم اخليها طوع طوعي مو انا اللي ما بتي تكسر حجائتي رفعت راسها بريدي وجه احمور دموح على خدودها خدها احمور باغثار راهبتلو ليش تخليني اشوفك وجهي الثاني اللي اكيد ما راح يعجبك ليش ما تسمعين الحاجي طرف تبتش راهبت النقط همست باذن هي الله بس كافي بيشي هاي المرة بس جامع راجلي لان ما تتحملين لاني جترفة اخريت ايدها وقومتها وهي بس دموح تجرب بدون صوت طرف بغصافة وهمس باذني ما تتحملين لاني جترفة احس انفاسي انفاسي على اذني ورقوبتي انفاسي حاربة وبصراحة احساس حلو ما عرف ليش حسيت قلبي يرفف وجسمي صار بيع عبالك كهربة اخذ ايدي قوامني وانا مو يم احس نفسي بغير دينية شلو الاحساس هذا طرف اقدر ابشي وحدي تركته ورهت طلعت منابس بدخلت الحمام فتحت المي وبغيت قاعدة ابشي ما عرف على شنو على اهلي لو على تصرفات راهب ساعة يصيح وساعة هادي ويحتي بطريقة حلوة لو ابشي على احساسي ومشاعري اللي ما لازم اخليها تنمو او احد يتنب ينتبه عليها خلت الصبح وقدلت وطلعت من حمام راهب عرفتني راهة الحمام طلعت منابس ودخلت تسبح ادر بيها راح جاي تبتش يمكن قصيت عليها بس ما تحملت تشوفها وافا تسولف وتضحك ادر ان هي تصافية وقاسمها مخوش ولد بس اذا ما قصرت راح تبقى ما تزمع الحج وهي خوش بنية ومبين خام عبالها كل العالم مثلها طيب ترف مشطة شعري ابا ابن راي هذا شمي صاف انه رش اطر وكملت رحت يم راه جاي تقرين ترف كتاب كلش حلو راه شسمه ترف قواعد العشق الاربعون راه اي هذا الكتاب حل حلو ترف انت قاري راه اي لا عباش انا همجي ترى انا من هوات القراءة والكتب ترف لا حشاك انا ما قلت هيج راه مو انتن بنات بلاد عدش زلم المحافرات همج ما يفهمون ترف سديت الكتاب لوي شي ما خل نظر على بنات بلاد ترى مو كل اصاب عكس راه بيضحك على كيف لا تعصبين ترف دواج قد حلو ضحكته لا لا ما مع الصبر انا حنام تصبح لاخ راه فد ولي يخجل وانت من اهل الخير يا اشتركوا في القناة